انتهاكات واسعة تمارسها ميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات والسعودية بحق أبناء سقطرة منذ سيطرتها على المحافظة بقوة السلاح الشهر الماضي في سابقة لم تعهدها الجزيرة المسالمة ميليشيا الانتقالي تعمل على ملشنة المحافظة بعد تمردها على السلطة الشرعية واستقدامها مرتزقة من محافظات أخرى وشنها حربا على أبناء الجزيرة ومن ناحية أخرى تواصل ميليشيا الانتقالي إقصاء موظف الدولة من المرافق الحكومية بالمحافظة وإحلال عناصر تابعة لها في المرافق الأمنية والعسكرية والمدنية محافظ أرخبيل سقطرة رمزي محروس اتهم ميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات والسعودية في المحافظة بالعمل على المزيد من تجريف مؤسسات الدولة وإقصاء القيادات الشرعية من مفاصل الدولة واستبدالهم بعناصرهم مؤكدا أن ميليشيا الانتقالي عملت على ملشنة المحافظة واستحداث مواقع عسكرية فيها تعيث ميليشيا الانتقالي فسادا في محافظة أرخبيل سقطرة وتمارس انتهاكاتها في مظاهر غريبة ومستهجنة وخارجة عن النظام والقانون وأعراف وتقاليد المجتمع ترجمة نانسي قنقر